ارادة ملكية سامية صدرت بالموافقة على اجراء تعديل على حكومة بشر الخصونة التعديل طال ثماني حقائب وزارية هي الطاقة الصناعة العمل الإعلام الثقافة البيئة والتعليم اضافة إلى وزارة الدولة للشؤون القانونية كما تم استحداث وزارة للاستثمار الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر الحسينية وحضر أداء اليمين رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي اشتركوا في القناة 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 171 التزاما في بيانها الوزري حكومة بشرهان الخصاونة تنهي عامها الأول وتدخل الثاني بتعديل وزاري هو الرابع حكومة دخلت الدوار الرابع بتشكيلة موسعة لم تكن رشيقة في أي مفصل من مفاصلها وتعديلاتها دمجت تارة واستحدثت تارة أخرى حكومة ورثت تركة ثقيلة محليا جراء تداعيات جائحة كورونا بدأت بـ 32 وزيرا وقدمت 171 التزاما 55% منها التزامات ضمن محور التنمية والخدمات تلاها محور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 22% ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 12% فيما أخذ محور سيادة القانون وحقوق الإنسان نسبة 5% ومحور الشؤون الخارجية 3% ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 2% ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 1% من مجموع الالتزامات التزامات الحكومة اصطدمت بمنعطفات حادة عدة بدءا من قضية مستشفى الصلط إلى انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ عن كل أنحاء المملكة بالتزامن مع تداعيات كورونا على الصعود كافة والعمل على إعادة الفتح التدريجي وصولا إلى الكامل وحملة المطاعم الوطنية فانشغلت الحكومة بهذه الملفات وغاب الأداء السياسي الواضح رغم ثقل ملفاته حكومة لم تكن محضوظة بتقديم الأداء السياسي اللافت فبعد تشكيلها بنحو ثمانية أشهر تشكلت اللجنة الملكية لتطوير وتحديث المنظومة السياسية مرحلة مهمة وحاسمة للحياة السياسية الأردنية واليوم مع تسلم الحكومة لهذه المخرجات يتطلع الشارع لتقديم أداء سياسي من قبل الحكومة بترجمتها لتشريعات نظمة للحياة السياسية والوقوف خلفها والدفاع عنها داخل أروقة البرلمان وتحت قبة التشريع إذن يودع الخصاون العام الأول من حكومته ويستقبل الثاني وبين عنواني السياسة والاقتصاد ثم تحراك سياسي لهذه الحكومة سواء مع مجلس النواب الذي استشاطى بعض أعضائه مرات كثيرة غضبا من أداء بعض الوزراء ما جعل العلاقة ما بين السلطتين متشنجة أحيانا وكل الاثنين يرقبون مخرجات اللجنة الملكية ولم يكن الانتظار للأداء السياسي هنا فقط فالنقبات أيضا كانت ترقب جلاء تداعيات كورونا لانتخاب مجالسها وهذا الانتظار أبعد الحكومة ولو قليلا عن الاحتكاك بالشارع والنخب أحيانا ومنحها فسحة لم تطل مع الحراك السياسي المرتقب بناء على مسيرة الإصلاح رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان قد التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات وأعضاء المكتب الدائم وأطلع رئيس الوزراء رئيسي مجلس الأعيان والنواب وعضاء المكتب الدائم على أهداف التعديل الوزاري مشيرا إلى أنه له طابعا اقتصاديا من خلال استحداث وزارة الاستثمار وليس منصب وزير دولة لشؤون الاستثمار وذلك بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين كما أكد الخصاونة أن الحكومة ستولي الشقة الاقتصادي الأولوية اللازمة والعمل على تنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي الذي رفعته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وينضم إلينا الحديث أكثر سيد عمر العياصر الكاتب السياسي وعضو مجلس النواب أهلا وسهلا بك إذن اليوم نتحدث عن استحداث جديد لهذه الحكومة يأتي للتركيز على الملف الاقتصادي كيف يخدم هذا التعديل هذه الغاية بالتحديد؟ يعني أتمنى أن يخدم من الغاية ملف الاستثمار مستعصي في الأردن وهناك إشكالات كثيرة فيه وفي المقاربة الاقتصادية الأخيرة التي قدمتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحدثت عن قانون يسمع على كل القوانين والتشريعات الموجودة في الاستثمار فهل بدأت مرحلة جديدة تتعلق بالاستثمار من خلال وزارة الاستثمار؟ هل يعني ذلك رحيل هيئة الاستثمار حتى نتوافق دستوريا مع كل ذلك؟ هل هناك مشروع في ذهن الدكتور بشر الخصاونة وفريقه الاقتصادي الذي ينسق مع مرجعيات كثيرة في البلد في موضوع الاستثمار؟ يعني أنا بتقديري المسألة خاضعة للاختبار في قادم الأيام سبق وأن كان في حكومة الدكتور عمر رزاز وزيرا للاستثمار وتم إلغاؤها وهي تعود اليوم مرة أخرى فالسؤال الكبير ما الجديد في جعبة الدكتور بشر الخصاونة في تعلق في الاستثمار؟ هل هناك عطافات حقيقية؟ رغبة حقيقية بتشريعات مختلفة؟ هل هناك رغبة بهدم المعبد الاستثماري السابق الذي تكلس وأصبح مستعصي على أن ينجز وأن يقدم للإقتصاد الأردني أي فائدة ونبدأ من جديد بمرحلة جديدة؟ أي مرة أخرى علينا أن لا نمل وأن لا نكف عن المحاولة في موضوع الاستثمار لأنه خيار أردني استراتيجي لإنقاذ الاقتصاد نعم هذا فيما يتعلق بأولوية الملف الاقتصادي من هذا الجانب ولكن أيضا كان هناك حديث عن الملف السياسي وكذلك الإصلاح الإداري إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والجميع الآن يتطلع إلى هذا المنعطف الذي أشرت إليه وحول الاستراتيجيات التي ستبنى والتي تربط بسياسة الحكومة وليست بالشخص وتبديل الوجوه الموجودة يعني كلامك صحيح اليوم في التعديل مثلا لو تابعنا هناك ترشيق في وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة التي كان هناك إشكالات كثيرة خاصة أنه في الأون الآخرة نحن مقبلين على انفتاح على العراق انفتاح على الجانب السوري هل من جديد؟ هل هناك أيضا خطة ومشروع جديد؟ الملفت أيضا في التعديل في الجانب السياسي هو استقدام أو تكليف معالي المحامية وفاء بني مصطفى وهي عضو في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وهي عضو مهم اشتبك في الملفات تلك هل يعني ذلك أننا قمنا بتقوية أي بشر الخصاونا قام بتقوية فريقه القانوني وقدم اليوم شخصية ستشتبك بالترويج ومساعدة الحكومة على إقناع مثلا البرلمان وإقناع الرأي العام فيما يتعلق بالمخرجات المتعلقة بالإصلاح يعني هذه مسألة مهمة أنا من الناس اللي كنت أشوف وأطالب أن يكون هناك أكثر من عضو في اللجنة الملكية في هذا التعديل على اعتبار أن واحدة من المهمات الرئيسية القادمة غير الملف الاقتصادي لحكومة بشل خصاوني ملف الاشتباك مع البرلمان في قضية مخرجات اللجنة ومشروع الملك المتعلق بتحديث المنظومة السياسية أنا بتقديري هذا هذه الإضافة تتعلق بفقاء بني مصطفى مرتبطة بذلك هناك تغيير في الصناعة في التجارة في الطاقة هناك تغيير في وزارة العمل إذن يبدو الملف الاقتصادي يعني مقبل على شيء من محاولة الترشيق والتنشيط إلى أي مدى سينجح هذا سؤال مهم وحساس لكن هل في التعديل شيء يؤشر على إصلاح إداري؟ لا أرى حتى الآن أنه تم المساس بالملف الإداري أو الإتيام بأشخاص جدد يتعلق على تماس مباشر بالملف الإداري على العكس الوزارات السيادية بقيت كما هي وهنا تحدث عن الداخلية والخارجية والمالية التغيير جاء في وزارة التربية والتعليم اليوم أيضا نتحدث عن بقاء وزير الصحة كما هو على اعتبار أن ملف الكورونا حتى الآن لم يلفظ أنفاسه الأخيرة لكن بشكل عام أنا بتقدير أن حكومة بشر الخصاوني تحتاج مثل هذا التعديل وكنت أتمنى أن تكون الوجبة السياسية أكبر وأعمق وأن يكون هناك استنطاق أكثر وزواج أكثر صلة مع اللجنة الملكية لأن المرحلة القادمة هي مرحلة التشريعات الإصلاحية نعم ولكن من جانب آخر عندما نتحدث عن ترشيق الحكومة بالتحديد بالمقابل نتحدث عن عدد وزراء هو الأعلى ولا يوجد أي دمج لأي من الوزراء بإنما استحداث وزارة جديدة للاستثمار فكيف يأتي ذلك بالتوازن مع هذه الرؤية؟ أنا لست من مدرسة دمج الوزراء مع بعضها البعض ولست من مدرسة رجم الحكومة دائما بعدد وزراءها أنا من مدرسة تقييم الأداء الأداء كم يكون في كل قطاع من هذه القطاعات أنا بتقديري أن بشر الخصاونة وحكومته أمام فرصة جديدة يمنحها الملك لهذه الحكومة قد تمتد الآن لسنة قبل إعادة التقييم الحكومة أمام فرصة لإنتاج نفسها مرة أخرى قصة العدد والرقم الآن أنجز لنا يا بشر الخصاونة وحكومة بشر الخصاونة في ملف الاستثمار شيء جديد هذا أهم من قصة نقد عدد الوزراء حققوا لنا مكسب جديد في الصناعة والتجارة وفي العلاقة مع السوريين والعراقيين أنا بتقديري هذا أهم كثير أقنع الجمهور الأردني من خلال وزراءكم وآلتكم الإعلامية ووزير الإعلام الجديد بمنطق قصة المخرجات الإصلاحية وأنتجوا نشاطا سياسيا في المجتمع باعتقادي أهم من قصة عدد الوزراء لكن الملف كبير في قادم الأيام والتعديل مس بعضه وبتقديري أنه أخفق في البعض نعم عندما نتحدث عن الحكومة السابقة بتشكيلتها تحدثنا عن 171 التزاما كان مقررا لهذه الحكومة وقبل قليل استعرضنا تقريرا هذا التقرير شارك مع المشاهدين نسبة التوفيق في كثير من هذه الملفات وبعضها لم يحرز 50% مع هذا التعديل الجديد هل من الممكن أن تتغير هذه الأهداف أو الالتزامات أو حتى المضي فيها قدما؟ يعني أتمنى ذلك أشك بذلك وأتمنى ذلك كلاهما معا هل يتم تحقيق قفزات محددة في بعض الملفات؟ علينا أن لا ننسى أن هناك التزامات ومشروع ومقاربة اقتصادية قدمتها حكومة بشي الخصونة قبل أسابيع هل الفريق الجديد بالتغييرات التي جرت بالأوزراء الذين بقوا في الفريق الاقتصادي قادرين على إحداث فارق؟ يعني هذه أسئلة ما ستصدقها وستكذبها الوقاع لكن هذا لا يمنع من القول نعم ولكنها منتبطة أيضا بالأداء واختيار الشخص الممثلين الآن في هذه الحقائب الوزارية وهذا هو الفرق المأمول فيما يتعلق بالأداء وتقييمه لاحقا أتمنى أن يكون الذين قدموا الآن على الملفات الاقتصادية الجديدة واستحداث وزارة استثمار تستطيع أن تنقل الحالة إلى مرحلة متقدمة أنا بديش أكون متشائم لكن بدي أكون نوعا ما أقول نعم التغيير هذا سايكولوجيا قد يؤثر على الحكومة بمزيد من النشاط والاندفاع إلى الأمام أتمنى أن نرى مثلا أمامنا أنا متأكد أن كثير من النخة تشكك بذلك وأتمنى أن يبدد هذا الفريق الجديد وهذه الحالة التوليفة الجديدة وهذا الترميم الذي أحدثه بشهر الخصاونة في حكومته في تقديم نتيجة أفضل مما كانت في السابق وأتمنى أن تساعده الظروف أيضا في ذلك إذا ما أردنا أن نربط هذه الظروف وبالحديث أيضا عن الفريق القديم قبل هذا التعديل الرابع في هذه الحكومة تحدثت عن بعض من الإخفاقات فإذا أردنا أن نصف هذه الإخفاقات بشكل عام إلى جانب الإنجازات التي قمنا بتغطيتها أيضا فبماذا أو حول ماذا تتمحور مكاما الضعف التي كانت موجودة يعني كان في مشاكل في الفريق القانوني مثلا اليوم تم استدراك ذلك من خلال وجود وفاء بني مصطفى أنا أحكي كنائب كنا نعاني من الفريق القانوني في حكومة الدكتور بشير في اشتباكها مع الحالة الإقناعية للمجلس في بعض التشريعات كان هناك إشكالية بالفريق الاقتصادي كنا نشعر بحالة من عدم التناغم أنا لا أخفيك أن مثلا وزيرة الطاقة كانت هناك إشكالات كبيرة يعني تثور حولها وكانت شخصية جدلية اليوم الصناعة والتجارة جاء بوزير العمل لكنا نحن راضين عن أداءه في العمل هل سيكون أداءه في الصناعة والتجارة بذات المستوى بالتالي اليوم نتحدث عن إشكالات كانت موجودة في حكومة الدكتور بشير الخصاوني كان هناك عدم وضوح في الهوية الاقتصادية والهوية لكن هل هذا التعديل سيبدد مثل هذا النشاط مرة ثانية أنا كنت أتمنى أن يكون الوزن السياسي في التعديل أكبر أن يكون هناك وزراء مسيسون أكثر لأن المرحلة القادمة أحد عنوينها سياسي لأنه في عنا ملف إصلاحي كبير يتبناه الملك والدولة ثم الفريق الاقتصادي الذي تم تعديل البنية الاقتصادية الحقيقية الرئيسية للفريق لم تتغير اليوم نتحدث عن وزير مالية ووزير تخطيط وموجود كما هم فبالتالي يعني كم سيحدث هذا التعديل من فارق يعني هناك أسئلة وأسئلة كبيرة جدا لكن هل احتاجت حكومة بشير الخصاوني إلى تعديل نعم كانت تحتاج إلى تعديل إلى ترشيق إلى مزاج آخر إلى إعادة إنتاج نفسها هذا التعديل سيكون كافي لذلك مطروح للنقاش في قادم الأيام وللاختبار أيضا نعم أسئلة كثيرة والأيام كفيلة بالإجابة عنها شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي وعضو مجلس النواب عمر العياصرة عام مضى على تشكيل حكومة بشير الخصاوني بقيت خلاله الكثير من بنود كتاب التكليف قيد الانتظار مع تراجع في المؤشرات الاقتصادية فرضتها أزمة كورونا في المقابل حققت الحكومة تحسنا في ملف الصحة واللقاحات عام مكلل بالوعود مر على حكومة بشير الخصاوني خلفا لحكومة عمر الرزاز بقي فيه الكثير مما جاء في كتاب التكليف السامي قيد الانتظار حيث كانت أبرز بنود كتاب التكليف تدور حول تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة لتأتي خطة الحكومة الاقتصادية الأولى بعد تكليفها بعشرة شهور عام مضى من عمر حكومة الدكتور بشير الخصاونة وما تزال بعض الأرقام تؤرق جفون مسؤوليها وعلى رأسها أرقام البطالة التي قفزت لتصل إلى 25% تقريبا وهي أرقام قياسية لم تشهدها الأردن من قبل وفي المقابل حققت الحكومة الحالية تقدما واضحا على الصعيد الصحي حيث رفعت الطاقة الاستعابية للمستشفيات وقطعت الأردن شوطا جيدا في سباق التلقيح ضد الفيروس كما شهدت أرقام الإرادات الضريبية تحسنا ملحوظا خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام وارتفعت بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما انخفض العجل المالي بنحو 64 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إذن عام مر على تكليف الحكومة عام وصفه الكثيرون بعام إدارة الأزمة أزمة تراجعت حدتها وتعالت بالمقابل أصوات تطالب بإعادة الاقتصاد إلى سكة النمو مجددا وتحقيق تعاف يعوض الاقتصاد ما فقده خلال عامين تحت وطأة الجائحة ينضم إلينا الآن دكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأسبق دكتور أهلا وسهلا بك اليوم هذا الملف الاقتصادي يتصدر الأولوية في هذا التعديل الوزاري ولكن بالمقابل هو تحديلات لم تواجهه حكومة بشر الخصونة فقط وإنما سابقاتها كذلك بالإضافة إلى استحداث وزارة للاستثمار هل يكفي هذا الآن للالتفات إلى النقاط أو التحديات الاقتصادية في الظروف الحالية؟ شكرا أن تستغادر بشكركم دائما عبدان قناة المملكة صحيح أن هذا التعديل إجابي حوالي تسع وزارة منهم ثلاثة قديمين وستة جدود هذه تسع وزارة يعني أنه حوالي ثلاثة الحكومة تم تعديلها وهذا التعديل الرابع خلال عام يعني أنه هناك سرعة في إجراء التعديلات وأنه الحكومة قبل في الآون الأخيرة وضعت خطة للتعافي وشارك فيها الوزراء الذين غادروا الحكومة وبالتالي سيقوم بتنفيذ خطة التعافي الوزراء الجدد ضمن هذا الإطار يعني إحنا ما بننكر أنه الملف الاقتصادي جلالة الملك دائما بوجه الحكومات المتعاقبة الاحتمام والانتفات لهذا الملف الاقتصادي وخاصة تحسين مستوى معيشة المواطن وجذب الاستمارات والشراكة مع القطاع الخاص شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص بشراكة حقيقية هاي كلها قضايا مهمة والآن إحنا بنحكي في قضايا عربية على مستوى المنطقة المحيطة فينا مثلاً هتكون العلاقة في سوريا إلها قضايا إيجابية في المستقبل القريب وبالتالي هاي قضايا مهمة يجبع لحكومة التعامل معها يعني التعديل اللي حصل بقي وزير المالي ووزير التخطيط في مكانهم مما يعني أنه في بعض السياسات والنهج العام سيبقى ضمن هذا الإطار دون تغيير لكن استلم ست وزراء جدد لبعض الملفات هاي الملفات هامة وحيوية ولعل يقع على رأسها هي وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار مهمة جداً لأنه ضمن هذا الإطار سيصبح أنه وزير الاستثمار بناقش كل قضايا الاستثمار بمجلس الوزراء وليس من خلال تتسلسل حلقات طويلة وبرقاطية بعيدة المدى وبالتالي إحنا الاستثمار معانيين فيه لأنه نمو الاقتصادي في الربع الثاني كمان شرد دارة الاستثمار العام أمس هو ثلاثة واثنين بالعشرة وهو نمو عن الربع الثاني في العام الماضي الربع الثاني كمان كان متراجع كثير في العام الماضي لأنه كان هناك حضر الشامل وبالتالي هذا النمو إجاب متواضع جداً مقارنة بأنه كان مقارنة في الربع الثاني اللي هو في العام الماضي كان هناك حضر شامل وما كان هناك نمو الاقتصادي يذكر لذلك الملف الاقتصادي وتحسيم السوى معيشة المواطنين قضايا مهمة وعن ملفات كبيرة في مجالات الاقتصاد المختلفة نعم دكتور محمد إذا سمحت بالوقوف بهذه النقطة بالتحديد ملف الاستثمار تدرك الحكومة ضمن خطط التعافي بأنه الأجدر الآن وهو ما قد يدفع بعجلة الاقتصاد الأردني ولكن لا يتم العمل على هذا الملف بمعزل وإنما يتم التنصيق مع الوزارات والخدمات الأخرى نتحدث هنا عن تسهيل الاستثمار السيولة التنصيق مع وزارة العمل والخدمات وكل ذلك فالآن ماذا نحتاج إضافة إلى هذا الملف الأساسي حتى نتمكن من المضي قدما بهذا التعديل يعني سيد رادا زي ما أنت تفضلت أنه التنصيق بين الوزارات مهم جدا يعني المستثمر بعاني من تعدد المركعيات وتعدد الجهات المعنية بالاستثمار وملف الاستثمار ونحن من عقود وليس من سنوات نحكي عن قضية النافذ الواحدة وانستوب شوف للاستثمار لكن صح يمكن أنها عملت لكن يقوم المندبين الممثلين لوزارات ومؤسساتهم بالرجوع للوزارات مرة ثانية حتى أنهم يأخذوا القرارات بحاجة القرارات الجريئة يعني بهمنا صحيح قد يكون للشخص وتغيير الشخص تأثير لكن التشريعات النظمة والمنظومة المتكاملة من البوروكراطية وتاهيل الموظفين المعنية بالمنافذ الاستثمار والقيادات واتخاذ القرارات وكما أشار جلالة الملك نبتعد عن الأيدي المرتجفة التي تخاف من اتخاذ القرار في التوقيت المناسب نحن لدينا القرارات تتأخر والإجراءات تأخذ وقت والتعادل للمرجعيات تأخذ وقت أطول وبالتالي هذا يقود لأن كثير من المستثمرين سواء كانوا أردنيين الأهم شيء في البداية يجب أن نحافظ على المستثمر الأردني المحلي فهذا بده شغل كبير القضية الثانية نجيب المستثمر العربي نجيب بولا الأردن ومن ثم المستثمر الأجنبي فإذا كان المستثمر الأردني إحنا أعطينا من المزايا والحوافز ومن الإجراءات وتسريحها والقضايا الإدارية لا تقل أهم يعني القضايا الضريبية والحوافز الضريبية وكلهم لا يقل أهم يعني التشريعات النظمة لمنظومة الاستثمار كل هذه قضايا مهمة لأنه بصراحة المواطن يعاني ويعاني ويعاني ولعل المؤشرات الإقتصادية قبل الكورونا وأثناء السنة الأخيرة اللي قاد فيها دولة الرئيس الحكومة يعني المؤشرات تزداد سواء في بعض الجوانب وخاصة في جانبي الفقر البطالي لما البطالي توصل 24-8 الفقر البطالي في عنصر الشباب كما أشار البنك الدولي 52% بين الشباب الفقر كمان يتجاوز هذا الرقام وبالتالي إحنا معنين بإجراءات سريعة الملف الاقتصادي مهم الملف السياسي جلالة الملك تولى في قضية الإصلاح في اللجنة وسيتم إرساله كما جاء إلى الحكومة من الحكومة إلى البرلمان لكن الملف الاقتصادي أوكل للحكومة والحكومة عندها خط التعافي خط التعافي هاي بصراحة يعني الإنجازات خلال السنة الأولى صعب قياسها لحكومة دولة بشر الخصاوني إحنا معنين بوضع مؤشرات لقياس الأداء من سيعمل ماذا ومتى حتى أن كل وزير يحاسب ويعرف الوزير ليش طلع وليش الوزير اللي جاي يجاء وشو هي المؤشرات اللي يجب حاسب عليها كل وزارة وكل وزير ضمن مشاريع ورؤى وخطط مستقبلية واضحة قابلة للقياس وقابلة للقياس الإنجاز وقابلة لأنه تنعكس على المواطن لأن المواطن عانى ويعاني وبالتالي بعاني بتحسين مستوى معيشته ودائما هذا ديدا جلالة الملك في هذا الاتجاه شكرا جزيلا لك الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأسبق